السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن هل نزول ماء قبل الدورة من علامات الحمل أم لا في الواقع يمكن تأكيد ذلك فقد تلاحظين بالفعل زيادة في الإفرازات المهبلية قبل الدورة الشهرية مباشرة ويعد ذلك من أولى علامات الحمل ويستمر طوال فترة الحمل أما طبيعة هذه الإفرازات ففي البداية تكون رقيقة وشفافة كالماء أو بيضاء كالحليب وذات رائحة خفيفة يمكن أن تبدأ التغيرات في الإفرازات المهبلية في وقت مبكر من أسبوع إلى أسبوعين بعد انغراس البويضة حتى قبل أن تفوتك الدورة الشهرية وتقدر الإشارة إلى أنه مع تقدم فترة الحمل في العادة ما يزبح هذا الإفراز أكثر وضوحاً وتزداد حداته في نهاية فترة الحمل ثانياً متى تصبح إفرازات الحمل خطيرة؟ من المهم إغبار الطبيب الخاص بأي إفرازات غير طبيعية فقد تكون علامة على وجود عدوى أو مشكلة في الحمل فإليكم بعض علامات الإفرازات غير طبيعية 1- اللون الأصفر أو الأغدر أو الرمادي 2- رائحة قوية وكريهة 3- إحمرار أو حكة في المهبل وأيضاً كد تكون الإفرازات غير طبيعية علامة على الإصابة بعدوى الخميرة الشائعة أثناء الحمل لذلك إذا رأيتي أي من العلامات التي ذكرناها للإفرازات غير طبيعية يجب حينها إغبار الطبيبة المعالجة في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبداً عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع إلى مصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لا أعجبكم ياريت تدعمونا بلايك وكومنت واشتراك الفيديو مع أصدقائكم واشتراك معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ